رجال وأطفال ونساء قدمون مناطق حرب أخرى في البلاد بحثاً عن بقعة آمنة لا تصلها ويلات الحرب المتأججة فكانت مأرب مستقراً لهم لكن الحرب التي فروا منها تبعتهم ولكل يوم لها ضحايا في قرية العمود بمدرية الجوبة جنوب مأرب وحدها أعلن عن استشهاد وإصابة 29 مدنياً بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي السلطة المحلية قالت إن الميليشيا الحوثية قصفت القرية بصاروخين باريستيين حقوقيون أوضحوا أن الضحايا بلغ عددهم 39 قتيلاً وعشرات الجرحة معظمهم حالتهم حرجة وهم جميعاً ممن فروا سابقاً من الحرب هذا القصف جاء بعد ثلاثة أيام من استشهاد 13 مدنياً آخرين جراء استهداف الحوثيين منزل عبداللطيف نمران المرادي الزعيم القبلي في المديرية المعارك في مأرب وصفها مراقبون بأنها الأعنف منذ بداية الصراع فيما تستمر ميليشيا الحوثي باستهداف المنازل السكنية والقرى وخيام النازحين دون تمييز وكالة سبا التابعة للحكومة الشرعية نقلت عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب أن تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير تسبب من مقتل وجرح ثلاثمائة مدنياً وتهجير ونزوح أكثر من عشرة ألاف أسرة الحوثيون كثفوا هجماتهم على مأرب في محاولة للسيطرة عليها دون وضع أي اعتبار للمدنيين وكأن موتهم جزء من مشهد انتصارها الذي تريد